السلام عليكم هياكم الله بحلقة يديدة من برنامج اطمئن بكلمكم اليوم عن موضوع لا علاقة بالصحة النفسية تعرفون شخص دايما مهوس أو يفكر بشكل كبير بوزنه بشكل خارجي وأكثر شيء يسبب له رعب وخوف وهو أنه يزيد وزنه هذه الحالة نسميها فقدان الشهية العصبي طلاب فقدان الشهية العصبي أو الأنوركسيا نيرفوزة باللغة الإنجليزية شنو هي الأنوركسيا نيرفوزة وشنو هذا الاضطراب أعراض اضطراب فقدان الشهية العصبي هو أن الشخص دايما وزنه أنزل من الطبيعي شنعرف وزنه أنزل من الطبيعي؟ وزنه بالنسبة حق طولة أو وزنه بالنسبة حق عمره نازل عن الطبيعي بالنسبة للناس الثانين ومع أنه وزنه نازل عن الطبيعي وتلاحظون مثلا ممكن ويها العظام بارزة جسمه العظام بارزة بس مع هذا يشوف نفسه أنه عادي وزنه أو يشوف نفسه حتى أنه سمين أو متين يعني ما يشوف النزول بالوزن أنه شي غير طبيعي مع هالأشياء هذه نزول الوزن ودايما يشوف نفسه أنه وزنه زايد أو طبيعي مع أنه ضعيف دائما تفكير مستمر وقلق دائم من زيادة الوزن شلون يبين معاها الشي دائما يأكل أشياء سعراتها من خفضة يحسب بشكل دقيق شكثر قاعد يأكل ممكن يصوم لفترات طويلة أو يسوي رياضة شديدة عشان لا يزيد وزنه بعض الحالات يأخذون أدوية مثلا تسبب أسكم الله إسهال أو يأخذون أدوية سكر مع أنه ما فيهم سكر أو أعشاب تحرق الدهون عشان لا يزيد وزنهم مع أنهم ضعاف ممكن أيضا يعني سلوكيات كثيرة ثانية تصير خصوصا عند البنات المرض هذا يصيب البنات أكثر من الرجال من أعراضه كذلك أن الشخص دائما يشوف وزنه بشكل مفرط يقايس وزنه أكثر من مرة باليوم أو يشوف نفسه أكثر من مرة بالمرأة ممكن حتى يلبسوا ملابس فضفاضة مع أنهم ضعاف عشان لا يبين أنهم ضعاف وعظامهم بارزة بعضهم يتجنب يلبس ملابس ضيجة عشان لا يحس أنه وزنه زايد لا يحس ببروز وجسمه ويدلل أنه الشيء أنه وزنه زايد وبعض المرضى عكس اللي قلتها فمثلا يخافون من الوزن لو تقوله وزن ينحاش بسرعة ويهرب لأنه يسبب لهم قلق الرقم اللي على الميزان بعضهم يتجنب المرايا والمرايا تسبب لهم ضيج أو قلق فما يحب يحط حتى مرايا بغرفته كل هذه أعراض ممكن تدل على وجود مشكلة فقدان الشهية العصبي تبدأ عادة أعراضها بسن مبكر يعني ممكن تظهر حتى بسن عشر سنين وممكن حتى يعني في مدى عورينج معين من عشر سنين لأربعة وعشرين سنة تظهر بداية الأعراض وغالبا تظهر أعراض فقدان الشهية العصبي بعد حدوث صدمة أو مشكلة كبيرة بحياة الإنسان بعض المرضى شون يسوي يأكل كميات كبيرة من الأكل وعشان لا يزيد وزنه يروح شي يسوي يبدأ عزكم الله يحط صبع داخل حلجه عشان يتقيأ أو يرجع الأكل فما يزيد وزنه بعض المرضى يأكل كميات جدا قليلة من الطعام عشان لا يزيد وزنه طبعا نتيجة فقدان الوزن الشديد وهذه السلوكيات الغير صحية ممكن العشاب قلنا وبعض الأدوية تبدأ تظهر مضاعفات على جسم المريض مضاعفات ممكن خطيرة تكون تستدعي حتى دخول المستشفى بعض المرضى يدخلون المستشفى بالقوة لأن المريض مو قادر يوقف هذه السلوكيات الخطرة على صحته شون ممكن يصير على صحة الإنسان نتيجة فقدان الشهية العصبي شون ممكن نعالج المشكلة شون نقدر نشخصها هل هناك فحوصات دم لتشخيصها كل هذه الأسئلة راح أجاوبكم إياها بعد الفاصل إن شاء الله ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل حديثنا عن اضطراب فقدان الشهية العصبي أنوريكسيا نيرفوزي يسمونها بالانجليزي تقييم الشخص اللي عندها المشكلة تقييمه لذاته يعتمد على الرقم اللي بالميزان إذا وزني هالكثر أنا إنسان ناجح أنا سعيد أنا جميل الناس تحبني أما إذا وزني زاد عن الرقم اللي أنا اعتبره طبيعي فأنا تعيس أنا فاشل أنا قبيح والناس ما راح تحبني عندهم هذه الأفكار مترسخة في ذاتهم تقييمهم لذاتهم يعتمد على الشكل الخارجي وعلى الرقم اللي بالميزان تشخيص اضطراب فقدان الشهية العصبي يعتمد على وصف المريض للأعراض مثل بقية الاضطرابات النفسية معظم الاضطرابات النفسية ما في فحص دم معين أو أشعة نسويها نشوف أعراض المريض ونشوف تتطابق مع المعايير العالمية المتفق عليها في التشخيص طبعا ضروري جدا نشخصها الحالة ونعالجها إذا تركناها بدون علاج في الكثير من المضاعفات الجسدية والصحية الممكن تسير إذا ما عالجنا مشكلة فقدان الشهية الوزن دائما نازل عن الطبيعي في كثير هرمونات رح تنزل هرمون الاستروجين هرمون الغدد الدرقية مثلا كثير من الأملاح والمعادن ممكن تنزل البوتاسي ممكن ينزل الصودي ممكن ينزل عندنا بيتامين بي 12 الفولك أسد الحديد نسبة الدم تنزل تساقط في الشعر ممكن يسير ممكن يسير خمول وتعب ما في طاقة طبعا حياة الإنسان كلها رح تتأثر في حالات شديدة من نزول الوزن الشديد ممكن المريض يحتاج أن يدخلونا للمستشفى على ما تستقر حالته علاج الطراب فقدان الشهية العصبي الأساسي وهو بالجلسات النفسية ولازم ضمن فريق العلاج يكون معالج نفسي يكون أخصائي تغذية ما ينفع عندنا نعطي الأكل مرة وحدة وحق شخص نازل وزنه وعنده المشكلة لأنه رح تصير أيضا مضاعفات صحية فهناك نظام غذائي تدريجي لهالحالات لازم أخصائي نفسي الحالات الشديدة ممكن تحتاج دخول مستشفى وممكن تحتاج بعض الأدوية النفسية اللي رح يأخذها المريض في معظم الحالات تتحسن الأعراض مع مرور الوقت بالجلسات النفسية وبنظام غذائي في حالات ممكن تستدعي دخول مستشفى نفس ما قلنا خصوصا الوزن إذا كان وايد نازل وأحب أذكر أن هناك اضطرابات نفسية لها علاقة بالأكل أخرى غير عن اضطراب فقدان الشهية العصبي فيه اضطراب اسمه اضطراب النهام العصبي أو يسمونه بوليميا نيرفوزا باللغة الإنجليزية اللي يصير المرضى ما يكون وزنهم نازل نفس الحالة اللي ذكرتها وزنهم يكون طبيعي أو حتى وزنهم زايد عن الطبيعي بس اللي يصير معاهم شنو النتيجة فترات يأكلون كميات كبيرة من الأكل كميات ضخمة مو طبيعية أهما حتى ما يأكلونها بالأوقات العادية بس لمن يأكلون كميات كبيرة يحسون أنه فقدان سيطرة مو قادرين يسيطرون على الأكل مو قادرين يوقفون أكل كميات كبيرة بعد ما يأكلون هالكميات الكبيرة ممكن يحسون بالذنب ممكن يحسونه بخوف أن يزيد وزنهم فيبدون يسوون سلوكيات بعضها يكون ضار بالصحة عشان لا يزيد الوزن فمثلا بعد ما يأكل كميات كبيرة يحاول يرجع الأكل بعضهم ممكن يأخذ أدوية تسبب نزول بالوزن تحرق الدهون مثلا أعشاب أو يصوم فترات طويلة أو يسوي رياضة شديدة رياضة بشكل مطبيعي عشان لا يزيد وزنها بعد تناول كميات كبيرة من الأكل فهذا يسمونه الطراب النهام العصبي وأيضا ممكن يتعالج من خلال الجلسات النفسية وحالات خاصة ممكن تحتاج أيضا أدوية نفسية أيضا من الطرابات النفسية اللي لها علاقة بالأكل الطراب يسمونه بالإنجليزي PICA هذا الطراب يصير فيه المريض يبياكل أشياء الناس الثانين ما يأكلونها يبياكل الطراب يبياكل أحجار يبياكل ورق بلاستك ممكن يبياكل فلج قد يكون دليل على وجود بعض النقص بالهرمونات أو نقص الفيتامينات أو نقص الحديد مثلا وتتحسن لما نعالج النقص هذا بس أيضا ممكن تكون الطراب نفسي جميع الفحوصات تكون سليمة كذلك من الطرابات النفسية بالأكل هو نوع نادر من الطرابات بس يصير عند بعض الناس أنه لمن يأكل الأكل ويمضغه ما يبلعه يروح يرجع الأكل من البناعيم ليه الفم ويعلج مرة ثانية هذا الشيء هذا يسبب له راحة ممكن تتكرر معه الموضوع يسبب له إحراج مع الناس مثلا يلاحظونه فأيضا هذا من الطرابات النفسية لها علاقة بالأكل نوع ثاني من الطرابات الأكل هو فوبيا البلء بعض الناس لما يأكل ويشرق بعد الحادثة هذه الشرقة يبدأ يخاف من الأكل الصلب ما يأكل أشياء صلبة لأنه يخاف لا يشرق فيها وممكن تأثر على صحته على أكله فما يأكل أشياء يابسة ما يأكل فاكهة ما يأكل خضروات ما يأكل لحوم فيصير عنده فقر دم تساقط بالشعار نقص بالفيتامينات والمعادن وممكن أيضا تتعالج بالجلسات النفسية وبعض نواع الأدوية إذا كان عندك مشكلة تعتقد بالأكل من الأعراضي اللي ذكرتها بروري تراجع مختص نفسي عشان أول شيء شخصك ويقولك شنو أفضل علاج ممكن تسويه ممكن علاجات بالجلسات النفسية العلاج السلوك الإدراكي بعض النوع على الجلسات النفسية وبعض الأدوية كذلك النفسية مثل مضادات الاكتئاب نعطيها لبعض حالات مثلا الفوبيا البل بعض الطرابات الأكل قد تكون فعالة في علاج الطرابات الأكل النفسية ضروري جدا أن نعالج مشاكل النفسية وما يكون عندنا خوف من أن نراجع طبيب ونتكلم عنها البعض عنده حاجز نفسي يخاف يروح يتكلم عن معالج أو طبيب عن مشاكل النفسية بس أحب أقول لكم ترى كثير ناس عندهم مشاكل نفسية ويتحسنون ويتعالجون ويتمنون لو أنهم راجعوا أو خذوا دوا بسن مبكر أو ضغط مبكر لأنها غيرت حياتهم الأدوية أو الجلسات بشكل كبير وصلنا لنهاية حديثنا عن الطرابات الأكل النفسية والطراب فقدان الشهية العصبي أتمنى تكونوا استفدتوا اليوم ونشوفكم حلقة قادمة وموضوع جديد مع السلامة